هدد يحيى صفوي المستشار العسكري لمرشد النظام الإيراني علي خامنائي أن إيران لن تكتفي بالرد خارج الحدود بل ستنفذ هجمات في موراء البحار إذا تعرضت لعدوان حسب تعبيره وحذر صفوي من وصفهم بعداء الثورة من أنهم إذا قاموا بالعدوان على إيران فأنه سيتم مطاردتهم ومعاقبتهم ليس فقط خارج الحدود لكن أيضا في موراء البحار بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس ورأت وسائل علام غربية أن تهديد إيران بشن هجمات خارج حدودها وموراء البحار يعني تخطيط السلطات الإيرانية لملاحقة المعارضين من خلال التفجيرات والاغتيالات في الخارج واعتبر موقع واشنطن فريا الأمريكية أن تصريحات صفوي تسلط الضوء على العمليات الإيرانية السرية داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا